السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف حالكم اليوم أبنائي وبناتي؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية معكم معلمتكم منال الصالح الغريب معلمة للمرحلة الابتدائية مادة لغتي الفصل الأول لطلاب الصف الخامس ابتدائي فأهلا وسهلا بطلابي وطالباتي المبدعات ضابط القوانين يخبرنا عن قوانين التي يجب أن ألتزم بها أثناء التعلم عن بعد فأولا يجب علي أبنائي وبناتي أن أختار المكان المناسب لي بعيدا عن الضجيج بعيدا عن تجمع أسرتي كذلك بعيدا عن ماذا عن أماكن تواجد التلفاز حتى لا أن شغل به أثناء الدرس كذلك معرفة جدول وأوقات التعلم المباشر سواء أكانت على قناة البث عين التعليمية أو حتى في منصة مدرستي حتى لا يفوتني شيئا من دروسي نوجه رسالة إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد عنوان درسي استخدام جمل متنوعة للتعبير شفاهيا يعني عندما أنظر إلى الصورة يجب أن أتحدث وأعبر عنها شفاهيا مجال المستهدف هو المجال المعرفي المجال المساند له هي مهارات الحركية الدقيقة التي أستخدمها في الكتابة طبعا أهداف التدريسية الذي أسعى معكم إلى تحقيقها بإذن الله أولا أن يسمي الطالب والطالبة الصور المعروضة ثانيا أن يذكر الطالب والطالبة كلمات وظيفية في الصورة ثالثا أن يعبر الطالبة عن الصورة بكلمتين بعد ذلك أن يعبر الطالب والطالبة عن الصورة بجملة كاملة استخدام جمل متنوعة للتعبير شفاهيا ألاحظ وأعبر ماذا تلاحظون في هذه الصورة أين يوجد العصفور أين مكان العصفور هنا هل هو في داخل منزله أم أين العصفور هو ماذا هو يطير أين يطير أحسنتم خارج منزله إذن العصفور هنا أين في الخارج أحسنتم رائع جميل كيف اكتشفتم أن العصفور في الخارج من خلال الصورة جميل جدا طيب أبنائي وبناتي ماذا تلاحظون هنا ماذا تلاحظون أين العصفور الآن هل هو في الخارج مثل في الصورة الأولى إذن أين هو يا ترى أحسنتم العصفور داخل منزله إذن العصفور أين أحسنتم داخل منزله ممتاز إذن هنا العصفور كان في الخارج يطير بعيدا أما هنا في العصفور داخل منزله يبدو أنه خائف الآن أنتقل معكم إلى صورة لفاكهة يا ترى ما هي هذه الفاكهة ما نوعها أحسنتم جميل تفاح ممتازين هذا تفاح طيب التفاح ما لونه أحمر صحيح التفاح لونه أحمر جميل أبنائي وبناتي طيب هل التفاح غذاء مفيد؟ نعم التفاح غذاء مفيد وصحي أحسنتم طيب ماذا تشاهدون الآن؟ أحسنتم ولد أعطوا هذا الولد اسم ما رأيكم باسم أحمد؟ نتفق إذن نسمي هذا الولد أحمد ماذا يفعل أحمد؟ يرتدي يبدو أنه يرتدي بمطالة وملابس وقبعة يا ترى تريدون أن تعرفون ماذا فعل أحمد بالتفاح؟ ماذا فعل أحمد بالتفاح؟ أخبروني أنتم ماذا فعل أحمد بالتفاح؟ ممتاز إذن أحمد ماذا فعل؟ أكل التفاح ممتاز إذن شاهدنا تفاحة وشاهدنا الولد وأيضا شاهدنا ماذا يفعل أحمد؟ يأكل التفاحة جميل جدا رائع إذن هنا في هذه الصورة ماذا قلنا؟ قلنا فقط تفاح وهنا ماذا قلنا؟ قلنا ولد اسمه أحمد طيب هنا ماذا نقول؟ أحسنتم هنا أحمد يأكل التفاحة إذن استخدمنا جملة متنوعة في صور متشابهة نوعا ما طيب أخبروني الآن ماذا تشاهدون في الصورة؟ ما هو هذا الشيء الذي نستخدمه؟ أحسنتم إذن قلم قلم طيب هذا قلم طيب ما هذا؟ ما هذا في الصورة إذا كان في الصورة الأولى قلم ما هذا؟ رائع كتاب إذن هذا كتاب يا ترى ماذا نفعل بالقلم والكتاب؟ ها ماذا تفعلون بالقلم والكتاب؟ هيا نشاهد في الصورة الأخيرة ماذا يفعل هنا أحمد بالقلم والكتاب؟ أحسنتم أحمد يكتب بالقلم على ماذا؟ على الكتاب إذن أحمد يكتب بالقلم على الكتاب رائع إذن هنا نقول قلم قلم جميل كتاب كبير أما هنا ماذا نقول؟ ماذا يفعل هنا الولد أو أحمد ماذا يفعل؟ رائع أحمد يكتب بالقلم أحسنتم هل يكتب على الطاولة؟ أبدا إذن يكتب على ماذا؟ على الكتاب إذن أحمد يكتب بالقلم على الكتاب ممتازين رائع نشاطون ذهني أريد دقة ملاحظتكم وكامل تركيزكم السؤال يقول اكتشفوا الاختلافات السبعة بين الرسمتين أريد سبعة اختلافات ماذا تشاهدون؟ ماذا يفعل هذا الولد؟ أحسنتم يلعبوا بالكرة ممتاز إذن هناك اختلافات في الصورة التي يلعب بها الولد بالكرة جدوا لي هذه الاختلافات أمامكم دقيقة واحدة تأملوا جيدا القبعة الشعر البنطال كذلك الجزء العلوي من الرداء اكتشفوا لي الاختلافات السبعة انظروا إلى الحذاء هل اكتشفتم جميع الأخطاء؟ أو الاختلافات الموجودة بالصورة؟ هيا نكتشفها معا أولا ماذا وجدتم في الاختلاف الأول؟ أين يوجد؟ أحسنتم هنا الشعر لاحظوا هنا لا يوجد شعر أيضا الاختلاف الثاني أين هو؟ أحسنتم في الملابس في الجزء العلوي هنا اختفت؟ اختفى الجزء الأبيض في الملابس أيضا اختفى هذا الجزء في البنطال هذا الاختلاف الثالث لون الجوارب صحيح إذن الاختلاف الرابع هو لون الجوارب هذه أربعة اختلافات الاختلاف الخامس ما هو؟ لاحظوا الحذاء ممتاز إذن الاختلاف الخامس في الحذاء السادس أين؟ أين السادس؟ هو يلعب بماذا؟ ممتازين يلعب بالكرة إذن الاختلاف السادس موجود بالكرة ممتاز هنا البقعة السوداء اختفت أصبحت بيضاء بقي لي اختلاف واحد أين هو؟ أين هو الاختلاف الباقي؟ ممتاز يا أبنائي وبناتي إذن هل اكتشفتم الاختلاف؟ أيضا موجود على الرداء رائع ممتازين كم اختلافا اكتشفنا؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة اختلافات ممتازين رائعين هيا نويد تعرف على الصورة التي أمامنا ما الصورة التي أمامكم؟ ماذا تشاهدون؟ ممتاز هذا مقص أحسنتم في ماذا نستطيع أن نستخدم المقص؟ أخبروني أنتم في ماذا نستطيع أن نستخدم المقص؟ جميل ممكن أن نستخدم المقص في قص الورق أحسنتم يعني أنا ممكن أن أستخدم المقص في قص الورق أيضا هناك استخدام آخر للمقص اكتشفوا ما هو في ماذا أستطيع أنا أن أستخدم المقص أيضا؟ عندما أريد أن أقص شعري ماذا أستخدم؟ ممتاز نستخدم أيضا المقص معنى أن نستخدم المقص في قص ماذا أبنائي وبناتي؟ ممكن أن نستخدمه في قص الورق أيضا أستخدمه في قص الشعر طيب هل هناك استخدامات ثانية للمقص؟ رائع استنتاجات جميلة جميلة نعم هناك استخدامات أخرى طيب ما هو الشيء الموجود في الصورة؟ الواضحة أمامكم ما هو؟ مفتاح رائع إذن هذا مفتاح ماذا أستطيع أن أستخدم المفتاح؟ ما هي ممكن الاستخدامات أو ما هي وظائف التي أستخدمها من أجله؟ هل أستطيع مثلا أن ماذا؟ أن أفتح الصندوق بالمفتاح ممتازين أيضا ممكن ماذا؟ ممكن أن أفتح باب صحيح؟ معذرة ممكن أن أفتح الباب من خلال ماذا؟ أن أفتح الباب من خلال المفتاح ممكن أن أفتح السيارة صحيح؟ هناك استخدامات أخبروني عن استخدامات المفتاح ماذا ممكن أن تستخدمونه من أجله؟ رائع جمل جميلة إذا أستطيع أن أستخدم المفتاح لفتح ماذا؟ ممتاز باب غرفتي ممتازين أو باب المنزل طيب تعرفوا على هذه الصورة تعرفون ما هو هذا الشيء الموجود في الصورة؟ من استطاع أن يتعرف عليه؟ ما اسمه؟ منشار جميل ما هي استخدامات المنشار؟ من يخبرني في ماذا أستطيع أن أستخدم المنشار؟ هل أستخدم المنشار مثلا في قص الورق؟ صحيح غلط لا نستطيع أن أستخدم المنشار المنشار آلة ضخمة وكبيرة وحادة أنا أستخدمها لشيء أكبر من الورق ما هو؟ أخبروني ما هو؟ أحسنتم أستخدمه في نشر الخشب طيب أخبروني أنتم من الذي ممكن أن يستخدم المنشار؟ في واحد يمتهن مهنة ويقص الأخشاب من هو؟ هذا هو الطباخ طيب أقرب أكثر النجار هل يستخدم المنشار؟ نعم صحيح إذن النجار ماذا يستخدم؟ يستخدم المنشار رائع وصلت معكم أبنائي وبناتي لنهاية درسي لليوم استخدموا فكرة سأخبركم بها أريد منكم أن تبحثوا لكم عن صورة قديمة وأن تستكشفوا ما كذا كنتم تفعلون عبروا عنها تحدثوا فيها مع أفراد أسرتكم ماذا تفعلون في هذه الصورة القديمة لكم أثناء الطفولة؟ ألقاكم على خير إذن بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغريب